اتفاقية التفاهم هذه التي وقعت بين الجهة وجمهورية الروسية الاتحادية وقاتلها من الجانب الجادي الوزيرها المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية السيدة فاطمة هلجوني غرفاء ومن الجانب الروسي نائب وزير العلم والتعليم العالي كونستانتين موغوليفسكي تنص هذه الاتفاقية بالاعتراف المتبادل بشهادات والمؤهلات الجامعية وكذا تسهل الاعتراف المتبادل فيما يتعلق بالدراسات والمؤهلات والدرجات الجامعية المكتسبة في جات والاتهاد الروسي وذلك لعجل وصول حاملها إلى متعبعد الدراسات أو ممارسة أي نشاط مهني بالدول الأطراف ذلك وفقا لتشريعات هذه الدول بينما تركز مذكرة التفاهم على التعاون في مجالة العنشيطها العلمية والتكنولوجية والابتكارية عقب ذلك تم التوقيع على مذكرة التفاهم أخرى تختص بالتشورة السياسية حيث وقعت لها الوزيرة المنتدبة لدى مزارة التشوين الخارجية ومن الجانب الروسي ميخايل بوقدانوف حيث يتأهد الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بأقدم مشاورات سياسية مرة واحدة على الأقل سنويا لأجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام من المشترك بما في ذلك القضايا الدولية والأمن فضلا عن التعاون في مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والثقافة والتنمية المستدامة هذه الاتفاقيات المختلفة التي وقعت بين الجانبين تؤكد التزام البلدين بتعزيز شراكة متبادلة ذلك معبر عنه الجانبان علما أن هذه الاتفاقيات جاءت لهامش المؤتمر الوزاري لمنتدع الشراكة بين روسيا وإفريقيا الذي عقد بمدينة السوتي الروسية حيث يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الروسيا والدولة الإفريقية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والأمن